أقوى كوس تدريبي في معالجة المياه دورة شاملة لتحويل كالي خبير ماذا تنتظر؟ انضم إلينا الآن، لا تتردد اتصل بنا الآن على هذا الرقم وانضم لدورة معالجة المياه أو تواصل واتس موضوعات متنوعة، فيديوهات واضحة وشرح مبسط مهما كان تخصصك، أي شخص مهتم يستطيع أن يأخذ الدورة سواء كنت مهندس، سواء كنت فني، سواء كنت عامل تستطيع أن تأخذ الدورة أو أي شخص مهتم في مجال معالجة المياه تواصل واتس على هذا الرقم السلام عليكم ورحمة الله جاءني هذا السؤال، عملية إضافة الحامض هل يتم إضافة الحامض سواء كان HCL أو H2SO4 قبل الكاترش فلتر أم بعد الكاترش فلتر في محطات الRO أو محطات وحدات المعالجة ما أريد أن أذكره لكم أنه يفضل إضافة الحامض قبل الكاترش فلتر لماذا؟ في شيء اسمه أهمية التوزيع المنتظم للحمض قبل الكاترش فلتر في وحدات التناضح العكسي إذن هو أنت عندما تقوم بإضافة الحامض قبل الكاترش فلتر في وحدات المعالجة اللي وحدة الRO فأنت تضمن توزيع منتظم للحمض طيب خلينا قبل نذكر لماذا أو شو اللي عم بصير عندك بالضبط حابين نذكر أولا ذكرنا سابقا في مقاطع فيديو أن الحامض سواء كان HCL أو H2SO4 أهميته تكمن هو أنه يساعد على التقليل من عمل أو ترسب ترسبات على وحدات المعالجة خصوصا الRO على الممبرنات كيف ذلك؟ هو أنه يتفاعل مع مركبات العسرة يعني مثلا ال H2SO4 يتفاعل مثلا مع كربونات الكالسيوم مع كربونات الماغنيسيوم ويحاولها إلى كبريتات كالسيوم وماغنيسيوم أقل ترسبا وأكثر ذوبانا وبالتالي يحافظ على عدم تشكل الرواسب على أسطح الممبرنات وأنتم عارفين أن تشكل الرواسب على أسطح الممبرنات هو من أكثر مشاكل انسداد الممبرنات وعدم كفاءتها وتلفها هذا إذن أهمية الحامض كذلك الحامض يحول الوسط الماء إلى وسط حامضي يعني يفضل أن يكون القيمة ال BH ما بين 6.5 إلى تقريبا 6.8 ليش؟ لأن الوسط الحامضي لا يكون مناسب لتشكل أو تكون الرواسب على أسطح الممبرنات الأرو طيب نأتي الآن إلى لماذا يتم إضافة الحامض قبل الكاترج كما ذكرنا هو عامل حاسم لضمان كفاءة عملية تنادح العكسي وحماية الأغشية من التلف فعندما نقول توزيع منتظم نعني أن تركيز الحامض يكون متساويا يعني إضافة الحامض قبل الكاترج لماذا يكون في توزيع منتظم؟ ليس بعد الكاترج يعني أن تركيز الحامض يكون متساويا عندما يدخل على الكاترج في جميع نقاط دفق المياه قبل وصولها إلى الأغشية هذا التوزيع المتجانس يضمن تحقيق هذه الأهداف أولا ضبط BH بشكل دقيق يعني تفاعلات متساوية عندما يكون التوزيع منتظم تتفاعل جميع جزئات الماء مع نفس الكمية من الحمض فيؤدي إلى تغيير BH بشكل متساوي في جميع أنحاء النظام فهذا يمنع التفاوتات لو لم يكن التوزيع منتظم لكان هناك مناطق ذات BH مرتفع وأخرى ذات BH منخفض وهذا يؤدي إلى تكوين رواسب في المناطق ذات BH المرتفع بينما لا تزال المشكلة قائمة في المناطق الأخرى إذن مهم جدا أن يتم إضافة الحامض قبل الكاترج فيلتر حتى تحصل كما ذكرنا على توزيع منتظم للحامض على جزئات الماء لأن الحامض سيفوت على الفلاتر القطنية الفلاتر أسطح عبارة عن أسطح تلامس وعبارة زي مصدات وبالتالي يسمح بأن يكون هناك خلط جيد للحامض مع الماء وبنفس الوقت توزيع متجانس للحامض مع الماء بينما لو تم إضافة الحامض بعد الفلاتر القطنية أو الكاترج فيلتر فإنه سيفيدخل مباشرة على أخشية التناضح العكسي وبالتالي دخول الحامض مباشرة أولا قد لا يكون هناك تجانس في قيمة البي أتش وبالتالي في هناك قد تكون أماكن فيها بي أتش مرتفعة وأماكن ملخفضة وهذا يكون مدعاة لتكون الرواسم طيب كذلك من أهمية أن يكون إضافة الحامض قبل الفلاتر القطنية حماية الأخشية لماذا تجنب التآكل الموضعي فالتركيز العالي من الحامض في منطقة معينة من الغشاء قد يؤدي إلى تآكلها بشكل أسرع مما يقلل كذلك من عمر الغشاء فإذن الحامض لما يدخل على الكاتش على الفلاتر القطنية بتخفف وبتصير في تجانس بينه من الماء لكن لو دخل مباشرة على الخط على الأرعوة لإلة مباشرة سوف يصل الأخشية بشكل مباشر ويكون تركيزه عالي وبالتالي يعني إحنا بدنا مثلا البي أتش من بابين 6.5 إلى 6.8 ممكن لو تم حقنه بعد الكاتش فيلتر أن يصل تركيزه 4 أو 3 أو 2 وبالتالي يمكن أن يسبب تلف في الأخشية ويقلل من عمر الأخشية الإفتراضي كذلك من الأهمية بمكان إضافة الحامض قبل الكاتش أو قبل الفلاتر هو منع التلوث كيف ذلك؟ توزيع الحمض بشكل غير متجانس قد يؤدي إلى تكوير رواسب على سطح الغشاء مما يقلل من كفاءته ويؤدي إلى انسداد المسام فإذن الكاتش فيلتر أو الفلتر القطني يسمح بتوزيع متجانس للحامض كذلك أيضا تحسين كفاءة إزالة الأملاح لأنه أنت لما تضيف الحامض قبل الكاتش فيلتر تساعد على تكوين تفاعلات كيميائية متوازنة فالتوزيع المنتظم للحمض يضمن حدوث التفاعلات الكيميائية المطلوبة لتحويل الأملاح إلى شكلها القابل للذوبان بشكل متساوي في جميع أنحاء النظام وبالتالي تحصل على توزيع إيش منتظم وكذلك من الأهمية بمكان زيادة كفاءة الأخشية عندما تكون الأملاح في شكلها القابل للذوبان تستطيع الأخشية إزالتها بسهولة أكبر كذلك منع التكلس أو تكون الرواسب وتوزيع مثبتات التكلس الحمض يعمل كمادة مثبتة للتكلس كما ذكرنا وعندما يتم توزيعه بشكل متجانس فإنه يغطي جميع الأسطح المعرضة للتكلس مما يمنع من تكوين الرواسب فإذن كذلك الحصول على تدفق مستمر قبل الكاتش فيلتر يكون تدفق المياه أكثر استقرارا وسلاسة مما يسل عملية خلط الحمض بالماء وإذا تم إضافة الحمض بعد الكاتش فيلتر يعني بعد الكاتش فيلتر قد تتفاعل المواد الكيموية الموجودة في الماء مع الحمض وتتكون الرواسب داخل الفلتر نفسه فيقلل من كفاءته وقد يحتاج إلى عمليات تنظيف وCIP مستمرة باختصار التوزيع المنتظم للحمض قبل الكاتش فيلتر هو خطوة أساسية لضمان عمل نظام التناضح الأكسي بكفاءة وفعالية هذا التوزيع يضمن حماية الأغشية وتحسين جودة المياه المنتجة وزيادة عمر النظام